والأمر المهم جداً يعني أهم شيء ليخلي محرز ما يتألقش هو وسط الميدان في مونتشستر سيتي يسيطروا على الوسط وسط الميدان يقتلوك في الوسط وهذه هي السيطرة الحقيقية وهكذا اللي يرامع الأرويقة اللي يقدرو يتألقوا هكذا هنا المشكلة في الميليوتيران منذ عدة مبارايات والذي نخسره في الوسط وسط الميدان بالماضي سيخسر وسط الميدان وسنوري لكم هذه المباراية نبدأوا بالبوتسوانا وبعد نهضروا على بوركينافاس وزيد 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 هكذا تبعوا معايا هو زروقي تبعتوا بزاف برميان ميتا وخلعني نقول لكم صح خوفني بزاف بس كي قلت راح يقول لنا كيما طايدة ولا بنطالب يلعب النغر بالعرض وصح لا كان مليح كان لا يتمركز مليح وشوفوا مليح البوتسوانا ولكن المدر بقرار اللعب قال لك لازم نزيره على سنتينيل على هذا الزروقي لكي لا يزغج لكي لا يوزع الكورات فهمت؟ دائما لم يلعبنا بزاف على أطراف خدش البالون لكي لا يلحق لو كانت له مريكي ومليح زروقي كانوا يحاصروا فيه وكان جوار معه وقع الشوط الأول كان مع الجوار هذا اللاسق فيه كما رأيكم تشوفوا في هذه الزاكشون وكان يلعب غير بالعرض وكان يلعب مع ماندي وكان يلعب النصر بالمادية فاقلها والذي يقول بل نصر يهبط لأن بل نصر كان الفوق ورميز زروقي كان لتحت اللي كان لتحت هو المحرك وكان زروقي هو اللعب ليس قادر ليس يتمركز مليح وكانوا مزيرين عليه كيف كان بل نصر يهبط ولو كان الماركيت وتولهته مليح وكان يلعب اللعب وكان يكسر الخطوط بطمارية طويلة المحرز او الفغولي لا يوجد زروقي زروقي كان بلوكي شغل ما كان بحرف في المليو والله نظر خلقا مع الديبيي وكذلك لدينا الديدي لدينا متوجهات على العرض يأقدون الدواء cooper وطرواء كما يقول بن شيخ نعم هذا الأول مستهام لا كان مليح يحوس على رحوم لقد كان هناك منسج من مليح وكان هذا الأول ومجمعكه توقلي وكتبعك بالشوط الثاني اللعب تبدل بلومادي اهضر مع زروقي باينه وكي تشوفوا الحوار بلومادي التليفزيون العمومي قال لهم باللي هضرت معاه مكشيت مركز مليح كان مبحر شو هضرت معاه والشوط الثاني كان مختلف وصح كاينة هاكم تشوفوا هنا في هاد اللقطة زروقي مد يعني كورة هنا في العمق المحرز وكانت يعني لقطة خطيرة جدا نعطاه السليماني سليماني ضيحة لم يكن في وضعية تسلل لذلك لا تحسب هنا لقطة محرز أعطى كورة البرن الرحمة بالرحمة عاود تسجمها لابن ناصر برن ناصر ضربت في القارديان القارديان حكمها يعني على كل حال ضيون القارديان تعبوا تسوانا حبس بزاف اللقطة اليوم وقدر مباراة شابه هاد اللاكسيون هادية محرز هنا في الجهة اليوم لحقته كورة من عند برحمة وقدر لهم لها سبيسيال محرز اللي يعرف يديرها الكروشي ليس الكروشي فهمت كيف هاش فكسها هم قاع ضربها بكروشي وعطاها هم بعد الفغولي اللي ضربها بالدماغ ودخلت الهدف الثاني هادية 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 ايجابية وقدرناها مخرج الديار سنتحدث عن الأمور الطاكتيكية اللي خلات الفريق الوطني وقدرش يمارس اللعب ان شاء الله اتبعوا الفيديو مليح بوركي نافاسو كانوا يعني اذكياء هما كانوا عارفين باللي تزارت لعب هكذا باللي راح نتضغط عليهم باللي راح نتكون عندنا الكورة كما كان الحال برمير ميتان سيطرنا عليهم وخلونا كما راكم تشوفوا هنا ما كانوش يتضغطوا على الدفاع تانا لدوز عطاقان تاحهم كانوا يبلوكي وزروقي السنتينيل كما راكم تشوفوا كانوا ان بلوك ميديان ما كانوش متقدم ما كانوش التحت ما كانوش الفوق كانو في الوسط هنا كما راكم تشوفوا كانوا يبلوكي وزروقي السنتينيل باش الكورة ما تجوز عليه وما نقدرش اللعبو بالعرض ما كناش قادرين نتقدمو بالكورة غلقونا وسط الميدان كانت رقابة لسيقة على بن ناصر رقم 6 تاحهم اللي واسموه برايان دابو كان مزير مليع بن ناصر كان شغول الخيال تاعو دوك بلوكاو السنتينيل بلوكاو بن ناصر مليو التيران تاعونا في غولي وبن ناصر وهذه اللي مقدرناش نافنسي بالكورة ما كناش قادرين نتقدمو المنطقة الخصم ما كناش ندباسيون مليو التيران نحن موالفين ندور الكورة في وسط الميدان بزروقي ولي يوجه اللعب من الجهة اليومناه من الجهة اليوسرى باش نفتحوا البلوك الخصم ونلقاو اللي ديكالاج في الزنتيرفال تسمى المسافة لكي نزوج لعبين على العرض ونقدرناش نلقاو هادوك المساحات كل ما كناش قادرين نلعبو بالعرض ومتقدمين كنا نلعبو بالعرض بصحف الدفاع ما خلو ناش نفتحوا باسكوري زرطاكون تحهم كانوا يبلوكي والسنتينال وكما راكم تشوفو بعض الوضعيات فغولي كان يهبط يجيب الكورة بالناصر تاني كان يهبط كما الكورة مكاش تلحقهم كما قالوا يجيوا يهبطوا للديفونس باش يديوا الكورة ويعاودوا يسيوا يخرجوا بها بولكي نفسوا عارفوا كيفش يغلقوا للوصل الميدان وليتالان سميسيون تعنا يعني ما كناش قادرين نخرجوا بالكورات القصيرة غلقونا اروي قد التمريرات وكانت راقبال اسيقاء على الوصل الميدان ضغطوا على الوصل الميدان هادي هي امر اخر اللي قدروا نشوفه سيك تلمون ما كان عندنا الاسباس غلقوا علينا قاعد المنافذ في الواسط الزروقي كان يهبط هو شغل كان يلعب ليبيرو كان يهبط لتحت بين ماندي و بالعمري باش يعاود يسيوا يرلانسي باش يجلب اليه اللعبين باش يسيوا يجبدو البركينافاسو نجبدوهم للديفونس للمنطقة باش نقدروا نعودوا نخرجوا بالكورة ونبغتوهم فريمو كانت صعيبة علينا في هذه المباراة لم نستطيع المرسوا الكورة الفريق الوطني معروف تحركات المهاجمين تبدل في المراكز تشوف بالمحرز يدخل في العمق يأتي زفان نورمال مو يطلع الأظاهرة لم يطلعوا موالفين الأظاهرة يطلعوا توزيعات لم يكن يصنطر في هذا الماتش توزيعات لم يكن بلوكاونا الاتيرو يطلع من سبعيني لكوفيرتير بالنصر يأتي كوفيري عليه زروقي نورمال مو بكريك ديورة كانت تحركات ويطلعوا الاتيرو ويعطوا حلول بالنصر يدخل في منطقة العمليات فغولي كيف كيف هنا كانت مغلوقة لا يمكننا أن نجدها بالليل كيف كيف بالتمريرات المباشرة أو بالتمريرات القصيرة كانت صعبة لنجد المهاجمين هذه هي الاستراتيجية بوركي نافسوا قدروا بلوكاونا بهذه الكيفية بالضغط على وسط الميدان بالنصر وفغولي والزوج مهاجمين كانوا بلوكاونا ونبدأ بمعركة وسط الميدان هنا كما رأيكم تشوفوا الفريق الوطني الجزائري عنده الكورة وشوفوا كيف شرنا متمركزين الكورة رأي عند بن سبعيني بجيال اليسرى المدافعين الربعة رأيكم تشوفوا فيهم بسح شوفوا الازلطة وراهم والميليوتيران كان غير واحد اللي كيف مقسومة على هزوج زر رقيراه واحد ضد ثلاثة ولا واحد ضد ربعة تفوقها هذه من كود ديفور هنا فوضع عندنا الكورة رأينا مقسومين على هزوج شوفوا المدافع المحواري طلع بها بسح شوفوا الاميليوتيران تاع كود ديفورش حرام قراب من المحور والرجيسطة تاعهم كيفاش يزغط هنا سيري أراوحا بيعطي حل للمحور تاعو ولا رأحا بيجلب جوار تاع الفريق الوطني الجزائري باش يقدر يفتح التمريرات من بعد هنا كيف كيف شوف الفريق الوطني مقسوم على هزوج عندك ربعة الفوق وهنا شوف الوسط الميدان فارغ قامك حتى جوار يدير همزة وصل بين الدفاع والهجوم أو بين الوسط والمهاجمين لا يوجد جوار الذين يصنع لك اللاعب ويفتح لك مساحة لا يوجد لا يوجد سيرتوا الهدف الأول وتشوفوا قاع النقائس اللي عندنا في فريق كارثة لا يوجد فلسفة تقول مخدموش في تدريبات تقول مخدموش لا يوجد انسيجام لا يوجد تنسيق بين اللاعبين لا يوجد تفاهم هنا يا شوف لديه الكورا دايما مدافع المحوري شوفوا من طلعها لا يوجد تنسيق بين اللاعبين لا يوجد أعطي لك أوري الذي يتبع في أوري بالرحمة بالصحب بي بي تاني كان في هذه المنطقة وشوف بي 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 سوف يتبع بي بي هذا هو كان يتبع أوري ثم سوف يتبع بي بي وماذا يتبع أوري بن سبعيني بن سبعيني بن سبعيني وبالرحمة لتحت كظاهر ديجا هنا فقدنا التوازن هنا من هذا الجهة الذي يتبع كيسية هنا زروقي هو الذي يتبع كيسية ثم كان ثلاث لعبين هنا الذين كانوا شهدين في الجوار ومعادة لم يتبعوا هؤلاء فقدنا التوازن كيسية مرر الكرة مرة أخرى أوري ما الذي سبعيني أوري بن ناصر بن ناصر الذي يتبع في الحكاية وزروقي ما الذي يتبعه 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 في وسط الميدان يتبعه بن ناصر ومعادة أوري ومعادة أخرى بن سبعيني ومعادة أخرى ما الذي يتبعه أسكن من سبعيني أو يتبعه أم لا يتبعه المنصر أم لا أم لا يتبعه لاhh زوجينين لأنه كي يتبعه فقدر توزيعه في المحور كيسي كان وحده زروقي لم يكن قابده وخلاص طلقه زروقي وسجل هدفه بكل ارياحية فقدنا التوازن في مركز وفي المراقبة عرفوا كيف يخلطونها وعرفوا يا تاكي هنا من الجهة التي لا تتفهم مليح هم على بلهم باللعب على بلهم اللعبين يعرفوهم بالواحد احسن معرفة وعلى بلهم شكل يلعب مباريات وشكل يراه بدنيا ناقص وشكل يراه وهي رايحة لا كناش واجدين محضرين مليح باش نلعبو امامنا فسكي ما كو الديفور الهدف الثاني كورة ثابتة مره اخرى في القائم الثاني وقلتها في التحليل تاعي قائم ثاني الكورات في القائم ثاني توزيعات البحث عن الرؤوس فعال يعني فعال ويسجلوا اهدف بهذه الطريقة ومعرفنش انت عاملوا مع الوضعية هذي لافوت تعشكون لافوت تعقال الفارق مسهلي كان قابده مع الول زروقي لا يزوج غلطات في هذا الشرط الاول الغلطات تعكيسية والغلطات هذه تعملوا قابع رجل لراجل لما تبعوش حتى نهاية اللقطة نورمال ما هو يخطع الكورة بالرأس مما اختحه خلال اللعاب واحده ما شي غير التمركز المليح والانتشار والتحركات على اللعبين صح ما كناش نتحرك والمشكل الإضافيه هو ما كناش ندافعه في الوسط الوسط الدفاعي ما كناش ووسط استرجاعي ما كناش نسترجع الكورات ما كناش قاع كنا نسناهم يلعبوا كورات طويلة ما يشوفوا هنا يا المساحات اللي خلينا لهم اللعبين تع سياراليون طالعين ما كحتى واحد يحبسهم داروا تمريرات اللي حقونا للمنطقة تعنا بكل سهولة بوم من جهة عطال وراح نهضر على جهة عطال وهدرت لكم على المهاجم الأيصر في تحليل تعي قلت لكم هذا هو اللي يعتمدوا عليه وكان اللي لا أمنونيش كان يقولوا لي تحليل خاطئ وكذا ومشي صح هكذا تشوف الواقعة على الميدان هذه هي جهازنا نورمال ما كناش ندفعه في الوسط وهذه هي اللي خلتنا ما كناش عندنا تغطية وكنا ندروا أخطاء شوف هنا خرجوا بالكورة بكل سهولة في الوسط بالقبلة ما قدرش يحبس الهجمة وانطلقوا فيه هجمة معاكسة وزيد على ذلك مشكل آخر وهو تضييع الكورات أعطال هنا أعطى الكورة بالقبلة بالقبلة ضيحها كانت كورة سهلة هنا كان قادر يعطيها البراهيمي والاسليماني الفوق أعطاها المنافسة الخصم استرجع الكورة ما كناش ملاح ما كناش ملاح في الوسط في الشوط الأول كما ورنت لكم الميليوتيرا سيرتو زروقي اللي يقولينا اللعبوا بزروقي لتماكلي خلاص بولينا نخسروا الميليوتيرا زروقي ما رانيش فاهم كيفاش اسكو مراش يوضفوا مليح ولا اسكو لعب ناقص وخلاص لعب ناقص وما يقدرش يلعب في الفريق الوطني هذا ما كان ما انا نظن كين مشكل في التاكتيك في الخطة ما رانيش قادرين اللعبوه في هذاك المنصب وما راش يلعب الدور هذاك اللي لازم يلعبوه تقيل 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 ما مديفونسور سنترال ما لعبوش خطر شمان في ديول ماش يخشين ماوش ماش يحار ماش يحار في ديول نظن عدة مبارايات ونخسرنا الميليوتيرا ماشي على جال زروقي هكذا لا يوجد إبداع لا يوجد تنشيط في وسط الميدان كيف تحب محرز يلعب؟ كورة لا تلاحقوه ومعظم الكورات اللي استلمها محرز يجوهم من الجوار تعملوه ثانا وهذا هو المشكل المشكل في الفريق الوطني والذي لاحظناها الشعب هو الانهيار في الشوت الثاني الشوت الثاني والذي ننهار ومع زيمبابوي في الماتش في زيمبابوي متنا وعودوا له في النتيجة المشكل مع الزومبيا كيف كيف؟ دلنا ثلاثة ثلاثة تقلوا له الحاكم هذا صح كنا منهارين بدنيا مع بوركي نافاسو كيف كيف؟ وراح نوري لكم المثال هذا مع بوركي نافاسو تبعوا معايا الشوت الثاني كان انهيار بدني وبسيكولوجي نظن دخلوا ما كان عندهم عازيمة ولا وبركي نافاسو كانوا الدخلين بأكتر عازيمة بعد المباراة في الندوة الصحفية والحوار اللي داروا مع المكلف بالإعلام ما دخلناش بالعازيمة ولا ما دخلناش بهذه العازيمة وجو بونس خلينا بزاف الانيرجي تعنا في الشوت الأول يعني بدلنا مجهود كبير بالضغط على الحامل الكورات الضغط العالي هذاك ودخلوا عنينا في وسط الميدان نحن ضيقنا بزاف الكورات في الوسط زروقي فغولي فغولي تشعر بللي تقدم في السن ما راحوش يكافح تسعين دقيقة ما يقدرش الله أعلم بلك إصابة ما شفتو ديجا في الماتش ديجا دزيان ميت طان ديبيتع دزيان ميت طان ما تشعر بلي مكاش يدين لكورس تاعه ومراسلي ما نشغل خليها جوز تحت الجليه هو ما تبعش شوف بلي كانوا لقاطات وين فغوا لي خلاص بلك نهار شوية بدنيا خرجوا ودخل بالقبلة اللي كانت عنده هو المحاولة الوحيدة تزديدة كانت عندنا تزديدة واحدة في الشوت الثاني دوزيان ميتان ما كانت عندنا ولا محاولة غير تاع بالقبلة تزديدة من بعيد سبحان الله ما معقلته مش دوزيان ميتان والله العادي من الفارق تاعنا تفاجأت تفاجأت ومشي بوركي نفسه لفارق قوي احنا اللي ما كناش ملاح كنا قادرين تضربهم بسكور كبير هذا ما كانت سلبيات لشتها يعني من محرز ما كانش في المستوى كان خارج الإيطار اليوم محرز ما يعطى كورا جميلة للسليماني بريمير ميتان وعطى كورا البنجاح يعني محرز يكون حاسم يعني كي نورمال ما يعطيك كورا لازم تلوح تماركي اخو ما تلعطيش الامر تاني واللاعب اللي ما كانش عنده الطاقة اللي مات شوية في شوت الثاني نقوله صح ما ميدابا لك الناس يزعفوا عليه أو لا وهو محرز محرز ما ولا شي يغطي على المنطقة تاعو كما راكم تشوفوا هنا المركز تاعو ولا يخليه عكس بلايلي اللي يراكم تشوفوك شرامت مركز باش يغطي على هذيك التمرير اللي قتلكم عليها التمرير المباشرة للجناح أنا بلايلي كان شاهد المركز تاعو بسحر محرز باش يعاود يقولي كان يتباطئ نوعا ما خلال التمريرات تندار وقدروا ينطلقونا ويشكلوا علينا خطورة هنا هنا كيف كيف شوفوا المدافع هنا الضهير الايصر استلم الكورا ومحرز كان متأخر هتعاود ولا كامم باش يسي يقطع الكورا بسحر توزيع درها ميقا كانت بدون خطورة على كلها ميهادية اللي كنت حابلون ريالكم شوط تاني محرز نهار تماما ومحرز كان عنده مشكل بدنيا في الفريق الوطني تحسوا باللي مكانش ما عندهش هذيك الحيوية وكذا وماشي غير هو الفريق كامل تشوفوهم باللي نهار وكامل والمشكل الاخير في افريقيا على بنقع باللي ماشي قع كما في اوروبا وهي الخشونة الخشونة تاع اللعبين ديفا يكسروا وزيد على ذلك الحكام يخليوا يخليوا يعني العنف في الميدان مرانيش نقول بلي برمير ليغ عاقل هنا ويلعبو ملايح وكذا كاين تانيت يكسروا في برمير ليغ بالصح عندك التحكيم هكذا ذو كنت تكون بيني التحكيم والخشونة وهذا العنف هذا في الميدان كيفاش لعب كيما محرز يقدر يتقلق في هذوك الظروف حتى بليلي يا ما يقدرش يتقلق كي يكسروا هكذاك دوك فوالا كاين هاد الظروف هادوما ليخليوا محرز ما يقدرش يطور اللعب تاو في الفريق الوطني كيما في مونتشستر سيتي درتلكم هاد المقارنة يعني مكاحتة مشكل نقصروا عليها في التعليقات كاين بلك اللي راح يختلفوا في الراي ما كاش مشكلة على كلها نقصروا عليها في التعليقات ولا نديروا لايف كاش نهار ونقصروا عليها يعطيكم صحة لي تبعتوا الفيديو يعطيكم صحة بزاف بزاف لاراكم تتبعوا القناة على بلي باللي خليتكم شوية فهذا رمضان المورال طاح مع الاقصاء وزيد رمضان راني مع رمضان هكذا نمركز شوية مع رمضان نسي ونحطه عقولنا في حاجة أخرى دودة هادية تعكورة القدم تسيت روح لنا شوية ندرك على بيها ان شاء الله نعاونو اللي في المواعد القادمة ان شاء الله يعطيكم الصحة لي تبعتوا الفيديو نقولكم بقوا على خير صحيتو